بسم الاب والابن والروح القدس اللي الى الواحد امين احد الرسائل اللي اظن ربنا بيقولها لنا كتير بس مش بنستقبلها او مش بنسمعها انا شايلكم انا حملتكم اي بوريو احيانا بيبقى الواحد حسس ان الوحده في الدنيا دي هو اللي شايل شايل الدنيا وشايل اللي حواليه وشايل نفسه وشايل الهم وبعدين في لحظة صفاء كده ربنا يقوله انت مش شايف انت اساسا متشايل انت اللي متشايل مش انت اللي شايل انت قالب المنظر انت فاكر نفسك شايل غيرك وشايل خدمة وشايل عيلة وشايل لكن انت متشايل تعالوا نعيش مع المعنى ده قاله ان المعنى ده ممتع وربنا بيحب يوصله لأولاده عشان يبقى رد الفعل الطبيعي اشكرك يا رب ورد الفعل يبقى سعادة يبقى سلام يبقى التكال يبقى احساس بالامان يبقى دلع مهما كانت الظروف الاية دي جميلة قالها ربنا لموسى عشان يوصلها للناس لان الناس ما كانت عاوزة تسمع ربنا بشكل مباشر اما موسى فصعد الى الله فنده الرب من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت عقوب وتخبر بني اسرائيل انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحة النسور وجئت بكم الي فالان ان سمعتم صوتي لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان لي كل الارض وانتم تكونون لي مملكة كهنة وامة مقدس هذه الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل الكلمات دي جات بعد شهور بسيطة من الخروج في بداية الرحلة بعد ما عدوا من مصر وطلعوا وشافوا بقى ناس بتغرأ وكانوا سمعين صراخ المصريين ليلة الفصح وكانت ايام عصيبة قوي وبعدين لما هديوا في الصحراء كده قال لهم انا كنت شايلكم على اجنحة نسور انتوا كنتوا فكرين ان الحكاية ماشية كده بالدراع ومرعوبين ومخضوضين وعملين تحسبوا الحزبة وهتشيلوا ايه وتاخدوا ايه وتقدروا على ايه وما تقدرواش على ايه موضوع غير كده الحقيقة انا كنت شايلكم على اجنحة نسور بداية قال انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين السؤال هل ليكم يا حبائي هل انت خدت بالك من اللي ممكن يحصل في ناس كتيرة حواليك وانحنا بنكلم عن زلزال تركية هو دك ممكن يحصل معنا ممكن هل رأيت تجارب الاخرين عرفت انك مميز عرفت ان ربنا سطر عليك من حوادث كتيرة ومن مصايب كبيرة طب شكرت طب حسيت انك انت متشال ولا افترضت ان عادي لازم تعيش وتعجز وتشوف ايام حلوة وتاكل براحتك وتنم براحتك انت ليه مش واخد بالك انه كل يوم هدية من ربنا هل رأيت نتيجة رفض الناس وعندها في صعوب او في بشر بيعندوا مع ربنا بيقوح شفت النتيجة لما كان الفرعنة ضد المسيح في الاخر كانوا مرعبين في الاول لكن في الاخر غرقوا هي دي النتيجة لكن انت متشال لانك بتجري على ربنا زي الاطفال هل رأيت سلوك الابرار شفت موسى وهو ماسك عصايا وبيسوق الشعب وبيشوق البحر وازاي تنيمشي معاه رغم البساطة المتناهية والقدرة المحدودة جدا شفت ناس حواليك بوسط التجارب بتشكر شفت انت شفت كتير ليه بتنسى انك متشال يبقى انتم رأيتم دي يعني لو بصيت على حياتك هتلاقي اقل تعبير يطلع منك قطر خير يا كرم شكرا شكرا لاني انا مميز وشكرا لاني متشال وشكرا لان اللي حصل معايا يأكد لي انك مركز معايا وبتحبني وشكرا لاني ما فيش ولا حاجة في حياتي عشوائية ان انا عمري ما وقعت من ايدك عمري ما اتخطفت من ايدك لان وعدك صادق لا يستطيع احد ان يخطف من يدي انا حملتك الرسالة المشجعة دي انا شلتك دي اتقالت باشكال كتيرة في الكتاب على فكرة موضوع ان ربنا شايل ولاده اتقالت في حتة كتير منها مثلا في اشعية ستة واربعين يقول اسمعول يا بيت عقوب وكل بقية بيت اسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم وإلى الشيخوختي انا هو وإلى الشيبتي انا احمل قد فعلت انا ارفع وانا احمل وانجي بصو جات اربع مرات محملين محمولين انا احمل وانا احمل اربع مرات بيقول صدقوني شايلكم صدقوني شايلكم من اول يوم من ساعة متولدتم من بطن امكم لغاية عجزكم لغاية اخر اللحظة انا شايل بمن تشبهونني مش معقول تبصوا لالهة المصريين مش معقول تبصوا على الدولار مش معقول تبصوا على الجنسية الامريكانية كأنها حلم مثلا ليه كده انا حملتكم وانا احمل بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه فين وجه المقارنة بين واحد متشال تقول الوقت واحد عايش لوحده بيحارب الدنيا بيدراعه جات في تسنية واحد سفر الشريعة اللي بيراجع علينا قصة عمل الله مع شعبه قلت لكم لا ترهابوا ولا تخافوا منهم الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعينكم وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك ده بيكلم في السنة الأربعين بعد الخروج خروج 19 كانت في السنة الأولى من الخروج وبعد أربعين سنة في رحلة البرية كيف حملك الرب إلهك كما يحمل الإنسان ابنه في كل الطريق التي سلكتمها حتى جئتم إلى هذا المكان يعني اللحظة اللي أنت عايش فيها اللي أنت فيها دلوقتي لأن ربنا شالك كل السنين اللي فاتت واللحظة الأخيرة في عمرك ربنا يدي العمر هتبقى بتقول هو شالني طول العمر في كل اللحظة وفي كل يوم حتى جئت إلى هذا المكان لكن في هذا الأمر لستوا مواثقين بالرب إليكم كلام ده انطبق علينا احنا مش مصدقين أن ربنا شالنا احنا مش مركزين في إحساس الطفل المتشال يبختهم الأطفال اللي متشالين لأنه عندهم سلام أعلى مننا انجدت كمان في أشعية تلاتة وستين في كل ديقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة يوم ما كنت متضايق كان ربنا متضايق لك سلف وكان محوط عليك وبيحارب عنك وشيلك كل الأيام القديمة يبقى فيه الحاح من الكتاب المقدس انت متشال انت محمول بعندك بكبرياءك بغباءك سوريا يعني أنا بكلم شعب إسرائيل مش بكلمكم بس في الآخر انت متشال ولكن انت مصردي تحس بالإحساس ده وتعب روحك في الآخر لأنك فاكر نفسك انت اللي شايل الدنيا كلها مزمور تاني يقول ايه مزمور 71 عليك استندتوا من البطن تصوروا كأن الطفل خارج من بطن أمه بيلحى على إيد ربنا عشان تسنده أنت مخرجي من أحشاء أمي بك تسبيحي دائما صرت كآية لكسرين أما أنت فملجأي القوي يمتلع فمي من تسبيحك اليوم كله من مجدك لا ترفضني في زمن الشيخوخة لا تتركني لما يجيب أول العمر وآخر العمر بيبقى معناها أنا ملياش غيرك أنت من أول لحظة لآخر لحظة أنت معايا وشايلني ومركز فيه أنا حملتكم في وقت الضعف في وقت تبقى مش عارف تصلي والعارف تقرأ والعارف تتعدل لم وأغزق أو تصلح نفسك أنا ما سبتكش كنت ملخبط وكنت ضعيف وكنت شايلك أنا حملتكم وقت البعد في وقت ساعات تبقى بتبعد وبتعند وبتقاوح وبتلخبط وبتكابر وبرضو أنا شايلكم أنا حملتكم وقت الفطور ما لكش نفس تخدم ولا تروح كنيسة ولا تتوب ولا وبرضو ما سبتكش لو الشياطين استلموك كنت ضعت من بدري أنا حملتكم وقت الشك في ناس تتحارب بشك والأخبطة وهوك يقعد فترة أقرب للإلحاد والجحود وبعدين يرجع تاني وربنا يقول له أنا كنت شايلك في الوقت ده كله أنا حملتكم وقت التجربة كانت أيام صعبة وكانت ظروف قسية وكان فيه برطمة كتير وكان فيه واجع شديد وكانت الدنيا ظلمة حواليك بس أنا برضو كنت شايلك جوه ده كله أنا كنت شايلك لغاية ما رجعت العقلك ونوارت الحكاية وقلت أشكرك يا رب اختار تعبير على أجنحة النسور إيه أجنحة النسور؟ النسور أقوى طيور واجنح النصر بيقوله فيه يعني شبه عضلات كده قوية بجد ممكن لو النصر خبط في حاجة يكسرها يعني في وصف كده قاله موسى النبي في سفر التسنية برضو قاله ليس مثل الله يا شورون يركب السماء في معونتك والغمام في عظماته الإله القديم ملجأ والأزرع الأبدية تعبير جميل له من تحت فطرد من قدامك العدو وقال أهلك فيسكن إسرائيل آمنا وحده تكون عين يعقوب إلى أرض حنطة وخمر وسماءه تقطر ندم تباك يا إسرائيل من مثلك يا شعبا منصورا بالرب ترسعونك وسيف عظمتك فيتزلل لك أعدائك وأنت تطأ مرتفعاته دي كانت تسبحة بيقولها موسى في آخر شهور من حياته ده جزء موسى كان بيقوله هو 120 سنة قبل ما يطلع الجبل فقاله الأزرع الأبدية من تحت يعني دراع ربنا الأبدي من تحتيك فأنت مش شايفه سوى شايلك من تحت أنت باصص دايما قدامك أو فوق بينما فيه دراع من تحت هي الحميك وشايلك فتسنية 32 يقول كما يحرك النصر عشه معرفش ليه موسى فاهم عالم النصور كويس فالنصور ما تحطش عشاه في الأشجار النصر يحط عشه في الصخر في الجبل وبعدين أو يعني لو لقى شجرة عالية أوي لكن عادة في الجبال وبعدين يجي له وقت يعمل حركة غريبة بيهز العش بتاعه فيوقع الفراخ يوقعها وعلى فراخ هي رف تقوم الفراخ تقع من فوق الجبل يبدل يرفرف حواليها كده هي مرعوبة وهو مبسوط بس ده مش بيزل عياله ولا حاجة وبعدين يبسط جناحي ويأخذهم يتلقفهم كده يعني يستلقاهم كده يقعوا على الجناحات بعد ما يفسحهم في الهوى شوية كده ويسرخوا شوية وبعدين يخذهم على الجناحات ويسحب جناحاته فيلزقوا فيه تاني ويحملها على مناكبه يعني يعمل الجناح كده زي الطيارة يعني بطريقة كده يقوموا يتلقوا كلهم نحية وشوا كده فيبقى عندك تقفوا وبعدين يرجعهم العشة تاني هكذا الرب وحده اقتاده اقتاد الشعب وليس معه إلى أجنب أركبوا على مرتفعات الأرض خدنا في حتة عالية قوي فأكل ثمار الصحراء يعني الصحراء طلعت أكل طبعا ده اللي شافوه في المنو كده أرضعه عسلا من حجر يعني بنا عمال يعمل معجزات في حياتنا الحجر هيطلع عسل وزيتا من سؤان الصخر يعني معيشك معيشك وعيشها في ظروف قاسية جدا لأن ده ربنا الأزرع الأبدية أو أجنحة النسور معناها ربنا بيدل عياله تبقى دنيا صحراء وبتدوق فيها حاجات ما يدوق هالشخص قاعد في أصر يعني في المزمور يقول الذي يجبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النصر شبابك النصر بتجدد شبابها لأنها أجنحتها قوية والنصر تعيش معمرة على فكرة فيه نصر ممكن توصل مئة سنة حسب ما قريت بعدين يقول أنا حملتكم على أجنحة النصر وجئت بكم إليا يبقى هو مش شايلنا وبس هو شايلنا عشان نوصله في الآخر وده إحساس جميل أن احنا نكون حاسين أن ربنا مأمن طريقنا للسماء عاوز يرجعنا الحضن الأبدي هو مش عاوز حاجة غير نرجع له في الآخر ونبقى معاه في السماء ومش هنقدر نوصل إحنا من الأرض للسماء هو دي عليه هو هو نزل من السماء وعمل الأزرع الأبدية على الصليب وشايلنا على أجنحة النصر وهياخدنا للحضن الأبدي بعد كده إذن رجوعك لله ده عمل نعمة يعني في الوقت اللي تحس أنك راجع لربنا ومتحمس للصيام أو الصلاة أو في مشاعر مقدسة أو في دموع توبة اوعى تصدق أن ده دورك ده هو ربنا اللي عمل كده ده زيارة نعمة ده جئت بكم ده عمل إلهي لأنه أحيانا لما الواحد يقرب من ربنا بيبقى مبسوط من نفسه وربنا يسيبك تبقى مبسوط من نفسك يعني بيشجعك بس ده مش عملك ده دور إلهي أنت يا جزي تجوابت بس لكن هنا دور الأكبر دور ربنا نموك الروح واقترابك خطة إلهي يعني يوم ما تخلص من خطية أو تكتسب فضيلة أو تتقدم في النعمة خطوة أو تشوف نجاح في الخدمة صدقني ده شغل ربنا جئت بكم إلي مش أنتوا اللي جيتوا لربنا هو اللي جابكم يبقى ده نعمة من ربنا الثقة في إرادة الله وعمله في حياته لو الواحد تأكد إن مش ممكن حاجة عدلة في حياته تتعامل غير بربنا هيحس إحساس إنه متشال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا الشيء عشان توقف تصلي ده نعمة عشان تفهم حاجة في الإنجيل ده نعمة عشان تصلي قداس عشان تتوب عشان تطلب الرحمة عشان تخدم عشان تنطق وتتكلم عن ربنا عشان تنشغل برسالة في حياتك كل ده شغلة ربنا أنا حملتكم وجئت بكم إلي يبقى فاضل نقوله شكرا ما جد ليك يا رب نقضيها شكر لي لأنه لو أنت شايف الحقيقة كاملة الحقيقة دورك ما يجيش واحد في المليون من دور ربنا ساعات بقى يحصل أن الواحد يبقى متسقل يعمال الزهقان ويبقى حاسس أنه هو اللي شايل عارفين الإحساس ده؟ الاسبوع ده عدت مع كذا خادم مرهق نفسيا من الخدمة ورايا 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 شايل كوم كده فوق دماغه فحاسس هيفطس تحتي وحد يقول لي أنا أن كل اللي حواليه عندهم مشاكل وأنا اللي لازم أشيل شيل إيه يا عم أنت مش فاهم حاجة هو أنت أساسا مشكلة وربنا جايلك لكن بيبقى الإحساس مقلوب لأن إحنا عايشين مع نفسنا زيادة مش مع ربنا فمركزين في نفسنا إحنا بنعمل وبننجز بنقصر بنعمل هو فين ربنا في الموضوع هو أنت اللي تحمل الشعب ولا ربنا شايلك أنت والشعب أحكي لكم عن موسى موقفين عكس بعض موسى في وقت كان شايل أن ربنا شايف أن ربنا شايله هو والشعب وفي لحظة ضعف صعب عليه من ربنا وقال له هو أنا قد الشيلة دي قال لما أنت كنت بتقول أنت اللي شايلني في وقت يبقى أحيانا الخادم يدوق حالة الدلع دي وأنه متشال ويبقى فرحان قوي أن ربنا يعني مدلعه في وقت تاني يقول له كتير قوي اللي حصل ده بقى أنا مش قادر أشيل وينسى الحقيقة أنه متشال لما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في بيب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عيني موسى فقال موسى للرب لماذا أساءت إلى عبدك لماذا لم أجد نعمة في عينك حتى أنك بصوا وضعت ثق الجميع هذا الشعب علي يبقى دي لحظة ضعف عند موسى اللي حس مش قادر أشيل هفتس ليه حاطت كل الشعب فوق دماغي كده لعلي حبلت بجميع هذا الشعب أو لعلي ولدته حتى تقول لي احمله يبقى كأنه سامعا ربنا بيقول له شيل يا موسى شيلتك قال له أنا قادر أشيل نفسي دول ستمائة ألف عيلة كل عيلة أسوأ متأه كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لأبائه من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون أعطينا لحم لنأكل لا أقدر وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب يبقى موسى شايف شايف إيه شايف أنه هو اللي شايل وعمل يقول له too much مش قادر على الخدمة دي كبير كتير علي قوي وربنا ساكت طبعا عاوز يقول له أنت مش شايف حاجة أساسا وأنا اللي عمل لك اسمه وعمل لك مجد في التاريخ لكن أنا اللي شايل الشعب وشايل لك وأنت لا ضربت ضربات ولا عملت فصح ولا كل ده ربنا اللي بيعمل لدرجة إحساس التسقل ده بيخلي الواحد يقول له بيها كذا اقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينك سورو بقى خادم من كتر التسقل في الخدمة متاخدني وكفاية طبعا ربنا بيستحمل الكلام البيخ ده لأنه عاوز يقول له العطب عن نظر أنت مش شايف حاجة خالص هو أنت نفسك شيلة لأنك واقع في صغر نفس في اللحظة دي ويائس لكن التاريخ ماشي لوحده لأن ربنا مش مؤثر مع أولاده الحل يا أحبائي أنك تركز في نعمة ربنا وما تركز في مشاكلك لما تبقى في لحظة حاسس أنا لقيها من صحة ولا من خدمة ولا من شغل ولا من الأصحاب ولا فتحس أنها دنيا مكركبة كلها أنت مركز غلط على فكر ركز في اللي تحتيك ربنا اللي شايل مش اللي فوق دماغك اللي فوق دماغك متحمل على الجناح وأنت كمان متحمل على الجناح فالحكاية ماشية وهتفك زي غيرها وهتعدي زي ما اللي فات عدة فأنت ليه مركز غلط أنت عنيك رايحة في حتة غلط بتركز في مشاكلك وهمك بتكتئب وبتتخنئ وبتبرطم لما بتركز في النعمة تحس الدنيا جميلة قوي والشيلة سهلة قوي ليه مش انت اللي شايل سوار واحد يركب طيارة ويفضل الشنط على حجره يا عم الطيارة هتشيلها ما تخافز حطها في البتاع ده الصندوق بتاعها ولا سيبها تحت لكن هتفضل شايل انت الشنط جوة الطيارة ما الطيارة شايلك انت والشنط طبعا لو صعيدي بقى لا مش هيسيب الشنط احنا بقى بنعمل صعيضة لمؤخذة مش هسيب الشيل انا اللي شيل من هنا انا حملتكم توصل الواحد لإحساس جميل من الدلع او الشكر والتسبيح وده حياة المسيحي الطبيعي انه لانه متشال ومتشال في اتجاه السماء حملتكم وجئت بكم الي عنده امان رايق هيحصل يومين يتقضون روح السماء ونقابل المسيح وتخلص القصة على خير فعنده راحة نفسية مصحوبة بتسبيح وسلام وامان واللي يتعامل معا يتطمن على طول لانه هي دي الحقيقة اللي هو عايشها وبيوصلها للبعدي ارجع تاني للنص اللي قاله المسيح لموسى انتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحة النصور وجئت بكم الي فالان ان سمعتم للصوت طب انت بتقول ايه بقول انا شاهلكم بقول انا معاكم بقول زي ما قال بقى مونة المحاضرة الجميلة اللي فاتت في وصية طب طب عهد انا بحبكم وبأمنكم والوصية دي ده الدور البسيط اللي ايه نكمل العهد بالحب فان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة خاصة يعني سباشيال سباشيال انت مختلف عن الناس كلها لو مصدق انك متشال ولو سامع الوصية لو مركز في الكلام وعايز باحساس ان ربنا شايلك يوارف فاري سباشيال وبالتالي يحصل اللي يحصل في الدنيا انت مالكش دعوه بالدنيا انت في حتة تاني غير الدنيا كلها تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فان ليا كل الارض انتم تكونون مملكة كهنة وده التعبير اللي استخدمه بطرس عشان يوصف كنيسة العهد الجديد وعزنا امة مقدسة مش زي اي امة عادية هذه الكلمات التي تكلم بها الان ان سمعتم لصاوتي بترجعنا لنفسه موضوع المؤتمر محتاجين نسمع صوت ربنا ربنا بيقولك انا بحبك الرب قال لي انت ابني كلام ده ما تقلش للمسيح بس في الازالية بيتقل كل واحد فينا يوم المعمودية ويفضل يتقل يوميا ويمكن كل ساعة بفرح بالقطعة الاولى في صلاة باكر لما بنقول اعطيتنا روح البنوة فلنسبحك قائلين زوكسابة ري كأن الكنيسة كل يوم الصبح بتقولك ايه سمعت انت ابني مزمور التاني في باكر رب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك اسألني بقى اسألني اعطيك العالم اعطيك الامم ميراثك اعطيتنا روح البنوة فلنسبحك انت سامع ده سامع ربنا بيقولك انت ابني انت متشال في اجنحة نسور في ازرع ابدي واسمع كويس انك محفوظ ومسطور ومتشال ومعاها خلي بالك ما تعملش زيهم الوصايا بقى يبقى في وعود وفي وصايا ركز كمان خليك محافظ على العهد يعني ايه مايصحش تكسر العهد باستخفاف بالوصايا ده فيه اتفاق بدال انت ابن ربنا ما تعملش غير زي عيار ربنا بقى خليك محترم ما تنزلش نفسك لمستوى الناس اللي ما دقتش البنوة ما تبقاش عبد تكونون لي خاصة بين جميع الشعوب يبقى احساسك ان ربنا بيكلمك دي علامة تميزك الشخص اللي له علاقة بالانجيل هو مختلف عن العالم كل لان ده واحد بيقعد مع ربنا بيكلمه بالتليفون تصور انك قعد مع واحد رن التليفون فقال ايوا يا رايز ينهاري بيكلم الرايز فتلاقي نفسك اتعدلت في الكرسي قعد مع واحد بيكلم الرايز وقام اخك عمال يودي يجيب بقى ليك طلبات عاو استخلصها ولا بتاع ولا يشوف لك وظيفة في اي حتة طب اذا كان انت مش بتكلم الرئيز بتكلم ربنا تسمعه بيرن عليك فانت طبعا في حتة مختلف لو انت عندك الاحساس ده هتبقى اسعد واحد في الدنيا اختم بتدريب احبائي في كل ضيقة اول ما تتدايق اول ما تتكبس اول ما تحس بالشيلة بالهم بالتقل افتكر المعنى ده انا حملتكم على اجناحة النصور مش انت اللي شيل ربنا اللي شيل تجري على ربنا زي العيل الصغير وتقول له شيلني واردي شيلك بس ده كأنه في الخيال كده بتعمل الحركة مع اي مشكلة صغيرة او كبيرة لازم تتعلم تجري على ربنا في اللحظة اللي بتيجي فيها المشاكل عندنا اختيارين بس ده مفترق طرق يا حدفت دماغك وعدت تفكر اكتئبت يا جريت عالصلا فكت بسهولة وخلصت في كل لحظة بتيجي خبر او تيجي مشكلة او تيجي حاجة تقيلة اتعود ما تحدفش شمال تفكر يعني للأسف احنا مخينا سابقنا لا عاوزين الصلاة تسبقنا الصلاة تسبق الدماغ لسانك يقول يا رب يسوع قبل ما مخك يقول هنعمل ايه ايه لحا اعمل كده تلاقي الدنيا سهلة قوي بعدك تدريب تاني تعود تشكر ربنا على المعنى ده شكرك يا رب انك شايلني وشايل عيالي وساتر علينا محوطنا ومأمننا عشان نوصل للسامة انا حملتكم وجئت بكم اليه فتبقى يوميا بتشكر على معنى يجوز بتنساه فلما تشكر عليه تفتكره تفتكر يعني ايه انت متشال ومتهني لإلهنا كل مجد وقرام الأبد